500 ألف يهودي على الأقل هربوا من إسرائيل تفتكر الحكومة الإسرائيلية هتعمل إيه؟ هتلجأ لخطة قديمة متجربة بلكده وعليها قامت إسرائيل بيلفوا العالم وبيبعودوا اليهود بحياة سعيدة وفلوس ووظائف وبيوت وكل اللي بيحلموا بيه إسرائيل ومع هروب نصف مليون شخص على الأقل من بداية الحرب وفق تقارير غير رسمية بدأت تشتغل خارجياً لاستقطاب سكان جدد وفعلاً أقنعت 30 ألف يهودي من 100 دولة بالانتقال إلى إسرائيل منهم تقريباً 20 ألف شخص من روسيا لوحدها وتلات تلاف من أمريكا وكندا وخمس تلاف من بقية دول أوروبا ولسه الجمعيات والحكومة الإسرائيلية شغالة بطرق كتير وتسهيلات أكتر لاستقدام يهود من أي مكان في العالم المهم تستقد بألاف عشان تقدر تستوطن أراضي جديدة وتسيطر عليها بقوة السلاح والتهجير وطبعاً تعود ولو جزء بسيط من العدد الضغط من الهاربين